اشتركوا في القناة عارفينه سكتين اذا الله ودي حكمته يعني هنعمل ايه وبعدين يعني انت لا هتقدم ولا هتأخر انت بس هتجيب لنا المشاكل يعني تلاقيت في الاخر انا الله غلطان ايو انت غلطان ولازم تهدى شوية حد يتكلم رئيسا ما بحث كده راس براس عشان كده بيخدوك اه راس براس يا ابني ماينفعش ربنا ما خلقناش زي بعض ده نصيب يا ابني لا يا مام ربنا خلقنا زي بعض وده مش نصيب اضعف ابوه الله رحمه علمني ان انا مبقاش ضعيفة ابوه رحمت ابوك بجلوة امك انا بي انا مش نصيبني انا ماليش غيره ان انا واحدة نياب بالدنيا انا مش قدر استعمل ده يا ماما يا ماما بس ماليو متعيطيش طيب خلاص بقى والنفي انت عارف ان انا ماليش حد غيرك في الدنيا ده وبعدين بقى قولي لي انت لسه بترمس بلا قدام بيت ام ماجدي اه بتعترف كده ما ايه بترمس بلا قدام بيت خلاص يا ماما طيب انا هروح علمي الزبلا وهرميها قدام بيت ام ماجدي لا او انت عايزين اروح علمي كل حاجة قدام بيت ام ماجدي اه لا مش هعمل كده ديولها بصقات اه بقول لك ايه يا خويا قولي يا نور عين اخوك يا روح قلب اخوك اه اصلا اصرف كان عايزنا هننزل بعد بكرة نقل نجف والسجاد يعني بيقول لي في معرض وعنين تخفيضات ومالو يا حبيبتي نزلي نقل اللي انت عايزها ولا همك يا روح وكمان كنا عايزين نروح عند النجار يعني علشان ننقم الكتالوج وندله عربون وكده بس كده ولا همك يا نورا نزلي يا حبيبتي اختري كل اللي انت عايزها وانا هجبهلك من تحت الارض لو عايزها ربنا يخليك لي يا اخويا يا رب سلام يا بيت يا نورا ده انت هتبقى احلى عروسة في الدنيا دي كلها سيشكلة واجهة هتحبق صغير الفرح تقولي حاجة يا امراهيم لا يا ماما بقول ده انا مستنى الفرح بفرغ الصبر بس كده نرنور يا روح تادي يا مقطف انت مش عارف ان العمرانية ديت لها رجالتها اللي مسيطرين عليها انا اعمل ايه بس عم حودة الله انا قلت اروح اهشوف اكل عيش بعيدة عن المعلم شحاته ورجالته وديك شفت اللي اسخم من المعلم شحاته ورجالته متصرف ازاي دلوقتي متصرف يا عم حودة اما انا جايلك ليه لا حبيبي انت لما سبت المنطقة وروحت منطقة تانية مخدت الشرطي اتصرفت من دماغ جايلي لدلوقتي يا صاحبك ما تقطبنيش بقى عم حودة والله غلطة مش تكرر تاني بس انت عارف ان البضاعة دي فيه عشاء عمر كله لانا حتى نبايع الولاي سمتها قص يا عط انت عارف ان المشكلة بتاعتك لو كانت مع حد من التجار اللي هناك كنا لقنا لحل قل لي ازاي بازاي كنا شوفنا حد كبير من المنطقة يقدر يأثر عليهم ليه كلمة يعني لما المشكلة ان هم بلغوا عنك والحكومة جات خدت العربية والبضاعة لا اش حل دي يعني انت هتغلب عم حودة وما نسميلك حودة السيطرة ليه ايو يا سيدي حودة السيطرة عم الجدعانة في كل حاجة ما عدا حاجة واحدة الحكومة بش اه برضو ما تقلقش يا عطلية حل بولك ايه وانت ما تعرفش اي حد في الاسم كده يعني انعرقه يحللك المشكلة والخوار ده يا ريت من روح تناكل اسم وتقصد لقيت الوقت بتاع له فيه قال ان الزبط اللي ماسك الموضوع ده ريخ ماوي مالوش بالسكة دي مالوش بالسكة ده ريخ ماوي اسمه ايه بقيت بتاع له فيه لا 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 بقولك ايه يا موسعد انا اللي ابلغ عنك الزبط اسمه ايه اه الزبط اه الوقت كان دالي اسمه فوراة اه ايه اسمه سليم الانصاري ياه سليم الانصاري ايه تعرفو قول لا اله الا الله يا ايه لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله انت امك ده عيالك يا ايه من بكرة الصبح هناخد بعضنا ودطلع الاسم وبإذنك يا رب الموضوع ده كله مقضي وده بعمي حودة ايه بعمي حودة ايه بعمي حودة حودة سيطرة عمي الجدعانة لما يقول حاجة ضبه ومفتاح خلصة لا مش القصد يا عمينا والله الفكرة بس ان المعلومات اللي عرفتها عن الزبط ده ما اتطمنش عرفت انه رزل كده وقامت في نفسه وعمق لا 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 ما تصدقش الكلام ده سليم الانصاري ده رجولة وحبيبي ومعرفة قديمة وبإذنك يا رب لما نروح لبكرة هيعمل لي خاطر وهتبقى معضية حبيبك 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 ازاي عمينا انت منامت يعني بتصحب زباط من ايه خمس سنين كده كنت بطلت الشمال ومشيت في سكة الحلال بس الحكومة كلها رأي تاني كبست علي في البيت الفجر قعدت اقولهم مجدعان انا مظلوم انا بريق ما حد تصدقني خالص كان ساعتها سليم الانصاري ده الزابط صغير هو الوحيد اللي صدقني وفضل يتطقس على الحقيقة لحد ما خدت براها عارف عد هم لو ما كانش سليم الانصاري ده ظهر وساعدني كان زماني فين دلوقتي فيه في السجن ومن ساعتها كده يعني من وقت للتاني بدقله عالتليفون اتطمن عليه بس ما قلتش عارف يعني انه هو اتنقل العمراني لا ده لسه بنقوله راي مش انا قلتلك في اول كلامنا ان انت امك دعيالك باذنك يا رب هنطلع على الصبح وهتلاقيها مقضية وهنرجع مقبولين الخاطر وانت مالك انت انا بعتك ولا بعد غيرك انت من ايام تبتدخل في الملكش فيه تتحبلت ولا نسيت نفسك ولا ايه لا عفو يا باشا بس من ساعة الحاد سيئة وانت ركنتنا عرف انا وشعبان وبتبعت الطقم التاني فخفتي بس الكون زعلان مننا ولا حاجة انا مليش في شغل نسواندا وانت عارف كويس ايوه بقية ارو حمك ما اسميش زعلان منك اسميها غضبان عليك لما اغضب عليك يا سامير هتعرف وفوقتها وانا مقدرش اغضب ساعتك همول ايه بس الحكاية ولو ان الموضوع ما يخصكش بس انا احكيلك سليمان عرام كلمني وقاللي ان الزابط اللي خرشمك بناخور ورانا مش انت نقلته صحيح بس انبلغ كل زمايله ان لو ظاهرته انت واول عربية اللي بلغوه طب و سليمان اعرف من اين سليمان عرام مسيطر في مكانه مش خايب زيك شوفت ساعتك كان عندي حق في حوار الزابط ده ان احنا مش لازم نسيبه لازم نجبرسه الارض تسخنيشة سامير وكفاية ان انا سايبك تسرح وراء العيل بتاعك ده وقلت النفسي مايدرش خليهم يلعبوا لا يا رايس انا حاطت عيني عليه بس لكن ما كنتش اعمل حاجة غير لما ارجع لساعاتها كداب يا سامير وشغل عائل ده توقفوا حالا دلوقتي قبل ما الراجل ياخد باله بي انا هنسيبه كده بعد اللي عملوا معانا ده قرتلك ما تسخنيش بلاش لو وبعدين انا مش مستنيك انا عشان حط الراجل في جمالي بجد يا بشر والله انا كنت انها واكتفي بناء له ووقفها الله المؤمنين اشارك قتال استلمه هو مصمم لجرش اكالنا شبه اولي جانا على نفسه يا مش غريبة طاري بان كل الحمالات النزلة تجيب تايسون رجعت فاضي يكون فيها زناتي طبيعي يكون موجود هو زناتي ده مش شغال امين شرطة عندنا انا مش فاهم انت عايز ايه وبعدين احنا عندنا كام امين شرطة في الاسم اصلا ده كلهم اتعدوا على صعب على ايد الواحد قال اعد غنمك يا جوحة فيش مرة تعبان عيان اجازة بقولك يا سليم طلع بقى زناتي من دماغك الراجل ده مدهيك في ايه الراجل ده شغال معي بقى له سنين ما شفتش منه حاجة واحشة اه ده شكله كده جاء عياط لك مش كده؟ اه جاء عياط لك خف على الراجل شوية ما ينفعش تعمله معاملة الناشفة دي خصونا قدام زميله الراجل برضو ليه وضع وضعه انت مش في الاخر عايز تجيب تايسون انا معاك يا سيدي شوف ايه طلباتك وانا هوفقلك عليها بس ده مش معناه انك تعملي فورتنة في الاسم انا مش عايز مشاكل يا اخي انك تعملي خلصت ام السنين ده ونشك كله دي كانت وانا جاءان يا معاك عام تايسون صباحك كله عم بنا صباحك زي افاك يا اه ليه كده بس يا كبير ده ولو العافاك ده وحش غلق العافا بيت اسماييل تفرجنا عليها مبارح سوف يه نار باخد بالك بقى من الود يا جميل اتليه ركنك هنا ولا هنا بالليل بس لو كلمك بقيت علاني لاش علاني لف واشك عبيدي سباح الفل عمنا سباح فل يا برعي اقتنا طاقم شاي برد عمالك كمان اخد اخد ايما انت تفاحت الاكل كله وتتغرف عليك وعلامك فرتكت الفراتيج يا بيت شاية وطعبة العمرانية فضل يا حابت الدو بتشوف يا حاببتي بتسنا بيدك يا بنتي والله يا ماما بقت حاجة تقرف واحنا بقتش عارفة تمشي خطوتين على بعض معلش يا بنتي بكر تتعدى وتبقى في عزمة راجل ويعرف يدفع عندك راجل مين يا ماما اللي يعرف يوفق قدام الصايع ده وفيه حد في الحتة كلها بيعرف يفتح بقه معاه والله مش عارفة علي ايها منه ولا من تمر ابن الحج لطفي حاجة تأثر العمر ما انا قلتلك يا بنتي دعينه منك وبعد انت الجوازة اللي حتريحك من الشق اللي شفتي من يوم ما تولدت جوازتنا دايما اللي زي تامر دوت ما يجوزنيش يا حاببتي ده ياخد مني اللي هو عاوز ويرميني ويوم ما يفكر يتجاوز يتجاوز واحدة زيه عارفة يا ماما والله يا ماما انا قردت اكره جسني وشاكلي من القرف اللي انا بشوفه دعا استغفر الله يا بنتي عيما تقولش كده حد يكره نعمة ربنا بنتي بسم الله ما شاء الله بدر منور بالهم والله يا حاببتي ما عالفش يا بنتي اسبوري بعدين قوليلي ايه اللي جابك بدر النهاردة من الشغر شان فرح منا بالليل يا حاببتي عبالك يا بنتي ربنا ايخليك يا ليه بوسي يا حاببتي انا جبت لك الدوال اناقص كله وجبت لك حبة فكه وحطتها لك فتا لك وهقوم دلوقت يا جاهزلك الغداء وبعد كده هلبس وانزة لا لا ملكيش دعوبي انا ممكن اكل اي حاجة خش انت انا ملكي الساعتين لول ريحي نفسك يا بنتي انت ما بترتحيش غال حاببتي انا رحتي وراحتك بحاببت قلبي يا بنتي عارفين ده انا على قد ما خبزني في المخفي ابوكي وعلى قد العذاب اللي شفته معا لغد ما اتطلقت منه وغرفت هيا بس بحمد ربينا وبشكره بشكره علشان رزقني بيك منه عارفة لو انتونج اكون لها اتحاطت في كافة مش هتيوت الغدف ديك عندي يا بنتي ربنا يفرحني ربنا يفرحني ربنا يفرحني زي ما فرحتي قلبي ومليتي على يدوني ربنا يخفيك لا يغزل ديكو والعمل اي دلوات يا ابن عمي دي رجالة كانت جاهزة عالتنفيس معدش هنستنى شوية طالما طميم بي يعني علينا كده لا والله اعملت فيها قوتة يعني ومالفين انا مش هسيبه ومش هسيب حقي والجاو بتعسيني ماليت تعالت تعمله لنا دعم سمير ومين قال يا ابن ان احنا هنسيبه احنا هنستنى شوية طالما الراجل حطه في دماغه هنشوف هيعمل معا ايه وقد كان نخش نعمل نمرتنا ونكمل عليه هنشوف تبيه تقصر مني بي ايه ابن انت هنا في مستشفى مش دي ايه ايه أن جايبك يا سيزي في ايه 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 هنشوف تبيه المعلم لاي انك بلك ثلاث ايام مختفى فالي شقر علي لا يا سيدي ولا اتشقروا علي ولا اريزك تهوب ناحية هنا خالص المعلم بولك هتجيب الحاجة ايامت يا ابراهيم حاجة ايه لا يوجد شيء. لا يوجد شيء. فهي احمل المعلم أن إبراهيم لا يوجد شيء. هذا هو عهداء. كل ما بيننا هو الدين. وإن شاء الله سيسهل و سيده. بس أقدم أنت النية. وهو يديك الإمكانية. بس أنت لا يوجد النية. لا يوجد شيء. إبراهيم. العياني في العناية. هذا هو أنت اللي يستخدم العناية يا عم حسان. لا يوجد من خير. العياني في العناية. هاي يجمل كتر التعب. وكان هيتالي بنعاد ترولي. الدكتور فرق مشهول جوه. ويقول لك إدي لحونة مورفين عشرة. في الوريد بس بالراحة. طيب يا عم حسان حاضر. هروح أجيب بكس الدم. تعال بسرعة. على مهلك عم حسان ومتع السلم. ماذا؟ ماذا؟ دي مستشفى. يا ساتر يا رب على البلاوة. اللهم الله اعتراض على ابتلاءاتك يا رب. ابتلاء وترامى على اسمك. ادخل. سبعة فل مع الباشر. تعال يا زناتي. بلغوني ساعتك عايزنا يا باشر. وانا قدر استرنا عنك. ربنا يبارك في عمري ساعتك. بولك يا زناتي. أمورنا باشر. كان عندي مشهور عايز عاملو كده بس من غير دوش. تحت عمرك يا باشر. تعني الزيارة صغيرة كده حاج لطف في بيته. بس مش عايز روح بالبوكس عصو مش عايز أقلق يعني في المنطقة. كنت عايز تجيب لي عربية مكروس عدية معاها سواء. هينفع. عناية يا باشر هتبرو حاصل. طب حلو قوي. معلش بقى عطالك هتيجي معايا. أصلا مروحتش المطادي كتير فمش دايز فيها. وانت قادرة برضو يعني. هينفع هتيجي معايا. تحت أمرك يا باشر. يا حبيبي ماشي يا زناتي. ببنا أحفظك. ايه جهاز بقى وانا جاء وراتك. عناية يا باشر. تقومني بحاجة تانا يا باشر. شكرا. بعدين ساعدتك يا باشر. ديهم بقى. اهو سليم باشر. صباح الرضا والساعات على عيونها كباشر. اه انا حمودة سيطرة ساعدتك مش فكرني. حدو سيطرة مين? محمود عبان همانشهت ناصر ساعدتك. مين عايز ايه قولي? اه ساعدتك من خمس سنين ساعدتك وقفت معايا وجنبي وساعدتين فاكر المشكلة اللي. اه اه ازي جاء محمود. حبيبي. عمل ايه? عملنا عليه. حبيبي حبيبي ربنا بارك لك يا باشر. ان شاء لكم عندنا مشكلة بس المواغزة باشر. اه موسعد يعني كان عنده بضاعة. بضاعة ايه مخدرات. لا عاوزوا بالله مخدرات هينا ربنا تاب علينا وبقينا ماشيين في السليم ساعدتك. طب ايه المشكلة امود لساعدتك. انا الحمد لله ربنا تاب عليها والفضل يرجع لساعدتك. الحمد لله ربنا رزقني فتح يعني ورشة ازاس. ودكارت بتاع اهو ساعدتك اي حد من طرفك اهو ساعدتك انا خدام. طب ايه المشكلة عايزيني. موسعد يعني لمواغز يعني. فارش انت فارش ايه عد على الارض. اه شباشي بلاستك. اه والتاني اه. ولعب اطفال. ولعب اطفال ساعدتك فالحكومة كبس اتخدت منك المدارع عد. اه عايزين ساعدتك بقى تقصت لنا. عد علي بكرة خلاصلك الليلة دي. ماشي. بكرة ان شاء الله. حبيبي حبيبي يا باشر ربنا بارك لك. اه شفت اه شفت اه بقى اللي بكر وحط ايدو هنا اه. عش عش. اه لاش يا. عبيبي حبيبي وابن عبيبي كمان. بقولك اه تعيشت اي خدمة انا اه تحتامك. اه اه اطلع لك رخصة. اه. بترفسوء. بكرة ان شاء الله. يلا بينا. انا راسود وضبنيل. انا راسود وضبنيل. انا راسود. انا راسود وضبنيل.